بفتنة أول مرة تظهر في الإعلام لكن الحقيقة أنه والدها فنان كبير كلنا حزننا لرحيله في الأيام الماضية فنان الكبير يوسف شعبان وزي ما قلت فنان كبير يوسف شعبان يمكن ما كانش دايما هو بطل الأفلام أو بطل المسلسلات لكن كان بطل ولو أدوار مهمة أثرت فينا كلنا وتركت بصمة كبيرة حتفضل باقية في عالم الدراما وعالم الفن لما عملنا سورتش عليها ما لقناش معلومات كتيرة لكن هي قصة متشعبة جدا وخيوط مشتبكة ما بين الفن وبين الأسرة الملكة ضفتنا هي سايناي يوسف شعبان الأبنى الكبرى الفنان الكبير يوسف شعبان وأيضا حفيدة الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد شقيقة الملك فاروق حكايات وأسرار وتفاصيل أميرة فوزية كانت بالنسبة لها بمثابة أمها طبعا أمها هي السيدة نادية اللي هي ابنة الأميرة فوزية واسماعيل بيك شيرين هنعرف العلاقة دي إزاي ربيتها الأميرة فوزية تحلمت منها إيه وعلاقتها أيضا بالفنان الكبير يوسف شعبان سايناي يوسف شعبان باي في حياتك الأول ونعمة بالله المخاء لنا واحدة يعني خليني الأول أبتدي بالإسم إسمك سايناي ليه أولا عوزة بس أشكرك لاميس بالاستضافة وأشكر كل المشاهدين اللي أخدوا من وقتهم أنهم ما يتفرجوا على الحلقة وبعزي نفسي وبعزي أهلي وبعزي كل اللي بيحبوا لأن أنا أتضاح لي أن فعلا الناس كثير جدا بتحبوا على السوشال ميديا بيان قوي الحب ده وعشان كده أنا لبيت النداء النهاردة أنا عمتا ما بظهرش بس عشان بابا وعشان المعجبين بتوه أنا يعني جيت عشانهم عشان خاطرهم عشان الحب اللي هم حاسينه لي وطبعا عشان يستحق أن أنا أجيله يعني أنا عارفة أن أنت مش بنته الوحيدة يعني أنت يمكن الكبيرة بس عندك إخوات طبعا وهم بصراحة يعني زوجته مدم إيمان شريعان أولى أنها تبقى موجودة في مكاني ده وطبعا لي ثلاث إخوات أصغر مني وهم فعلا هم اللي كانوا معصرين لبابا في مسيرة حياته كلها أنا بحكم أن أنا كنت مع أسرة ماما فكت بسافر كتير ومكتش متواجدة كتير معاه وهم اللي كانوا معاه على طول فكل شكري وتقديري ليهم فعلا وهم اللي أولى أن هم يبقوا هنا بس يعني مش عارفة أقول إيه يعني البقاء لله هو كان فنان عظيم فعلا وانتي بتتفرجي على الفيديو اللي فيه يعني هرجع لسايناي تاني بس وتي بتتفرجي على الفيديو بتحبي له إيه سايناي بحبي له حاجات كسير جدا القديم أكتر بحبي له الحاجات اللي هو كان طالع كده شائي شائي فيها وبتسمته الجميلة ودحكته الجميلة كان عنده دحكة مميزة جدا كنت بحبها قوي بقعة الجرايض كنت بحب الفيلم ده جدا أم العروسة برضو بحبي له حاجات كسير مسلسلات زي مشاهده الدموع رقفة الهجان طوان لا كان حاجات كسير صراحة كنت بتروحي معي لستوديو ساعت كنت بروح معي لستوديو ساعت وانا صغيرة كنت لما باجي من أجازات من سويسرا كنت بروح معي كان بياخدني في تصوير واخدني مرة كان مسافر اليونان وكان بيصور قعدت أربعة أو خمس تيام معي هناك في اللوكيشن فكانت حلوة كان وقت أنا وهو بس مع بعض بس كنت صغيرة يعني بس فكرة طبعا الأوقات دي هنتكلم عن القصة من أولها لكن النهاية أنت كنت برة ورجعتي كان هو تعبان كان هو ابتدأ جات له الكورونا أيوة كان هو تعبان أنا جالي خبر أنه هو تعبان فعلا ولما جيت كان هو داخل في كومة وطبعا رحت المستشفى وكده بس كان خلاص مش مش واعي أو أنه هو يشوفني يعني آخر مرة اتكلمتك أتأمت لا يعني من فترة هو كان في لبنان بيخلص بس المستشفى المستشفى الحمد لله بس هو أكيد حس بي أكيد حس بي لما جيت المستشفى لأنه أكيد روح وحس آخر حاجة ألهالك إيه سايناي خلي بالك من نفسك وطمني عليك بس كان آخر حاجة ألهالك اسمك سايناي ليه مين اللي اختار اسمه سايناي هو أكيد طبعاً هو حكى الحكاية في لقاءات كثيرة بس أنا بخدها بأسلوب تاني شوية أنها كت وطنية لأن أنا كنت مولودة في وقت حرب أكتوبر كنت في الحرب نفسها عشرة أكتوبر عشرة أكتوبر بس أنا مش ستة أنا عشرة أكتوبر تلاتة وسبعين فعلاً كان هو عاوز اسم مصري أصيل عشان ما يبقاش عائلة الملكية تبقى لها اسم بس أنا فعلاً مصرية جداً وبحب بلدي جداً والاسم فعلاً مميز بس هو يعني هي اسمها سينة سايناي بقى ذلك سايناي عشان هو كتبها لي سين ألف يهنون ألف يهه هو بنفسه عشان تبقى انترناشنال لأنني يعني برضو العائلة في كل البلاد هتبقى معروفة أنا وعشرفوا ينتقوها مظبوط تبقى الرنة حلوة بس هي مشكلة بقى ان السايناي دي بتبقى مشكلة في مصر إن بينتقوها لي غلط ينتقوها إزاي بقى مش عاوز أقولك يعني أحسن سيناي معرفش بقى فأنا بختصر بقى الموضوع بقوله بقوله سينا سينا يعني أنا كل الزملائي في المدارس وفي الكولية وكذا بيقولوا سينا ما يعرفوش إنها سايناي بس هي في الأصل سايناي فعلاً يعني شكله كان دمه خفيف جداً اه يعني كان اه كان كان له كده أفشات ولو يعني اه احكيلي بقى الحكاية يعني قصة حب بين والدك وبين ناديا والدتك لار هاما ناديا هي ابنة الأميرة فوزية وإسماعيل بيكشي صح فحكيلي بقى الحكاية اه كانت قصة حب فعلاً هو تعرف عليها في حفلة كتها في الأيو سي اه مامي اه كانت أول سنة لها في الأيو سي وكان في حفلة وهو كان متوجد فيها وهي كانت حلوة جداً انتي حلوة جداً لا انا هي كانت أحلى لا جدتي وجوه وماما طبعاً أحلى كتير مني يعني انا ما جيش فيهم حاجة لا ازاي ازاي تانكيو بس فهو طبعاً بيحب الحاجات الحلوة فتعرف تعرفه على بعضه كده وهي كانت خجولة طبعها يعني فهو بدأ بالكلام لها وقال لها انت مين وبتعملي ايه وكده وبعد فترة قصيرة قال لها تتجاوزيني فقالت له هفكر فهو قال لها لا تفكري ايه ده يعني مفيش تفكير انت هتتجاوزيني فعلاً يعني وحصل والأسرة بقى عملت ايه في هذا التوقيت وليلي بقى على ايه لانت بتكلمي في ممثل سنة كامل الكلام ده لا طبعاً لك سنة كامل واحد وسبعين كده بقى اه يعني قبلها بشوية اه انا ملودة تاتة وسبعين يعني قولي اثنين وسبعين اه واحد وسبعين ولهم صور كتير يا جماعة عندنا صور كتير لوالدة سايناي معانا كانوا على اغلفة مجلات وكده ايوه ايوه كانت في كل المجلات اه الله يرحمهم من الاتنين اه اه قوليني بقى لا لا طبعاً مكترفضة طبعاً يعني مكترفض رفض جامعة يعني كان عندهم يعني مش عشان حاجة بس عشان في الزواج لازم الشخصيات تبقى متكافأة وبرضو مسيرة الحياة برضو تبقى متكافأة يعني مش اه لما هو راح تقدم تقدم مليمين دلوقتي الاميرة فوزية لجد اسماعيل بيشيرين اه 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 اخر وزير حربية سابق ايام الملك فاروق انا بس عشان نشرح ونفكر الناس عشان نفهم الناس اه اه بنت الملك فؤاد اخت الملك فاروق كانت تجوزت الاول شاه ايران شاه ايران جابت خالتي شاه ناز شاه ناز وبعد كده لما انفصلت عن الشاه رجعت تاني وجوزت جدي هو برضو من العيلة الملكة اسماعيل بيشيرين اللي هو كان اخر وزير ايوه ومامته كانت اميرة برضو فيتبر برضو من الرويال فان بالضبط جابة اتقدم لمين يوسف شامل؟ جابة اتقدم لجد فين؟ في اسكندريا فعله بيت؟ في بيت في اسموحة اما هي بيت الوحيد اللي انا تربيت فيه يعني دي صور جدك؟ اه جدي وجدتي ومامي وخالي ودي صور مامتك وهي صغيرة مامي وخالي حسين دي جدتي وجدتي برضو وده لما كنت ده خالي وجدتي يعني في اواخر ايامها ده زوج خالتي عردشير زاهدي ودي جدتي وجدتي اه فجدت كانت بينهم قصة حب جامدة برضو بين جدتك وجدك طب احكي لنا بقى من الاول قصة الحب الاول خلينا الاول هو راح الاول يوسف شعبان راح يتقدم لي نادية اسماعيل بيك شيرين اه يعني ده تايتل يعني وجدتي امها الاميرة فوزية راح لهم في بيت اسكندرية اللي هو كان فين فيلا في سموحة فيلا في سموحة راح لهم ويتقدم وبعدين اترافض جدك اللي رافضوا قالوا ايه لا يعني مش هينفعوا كده وبتايع وكمان فرق السن كان كبير كان بابا اكبر منها بعشرين سنة او اكثر من عشرين سنة ويكتلسة صغيرة بابا كان خلاص يعني وكمان يعني له شوت كبير برضو في التمثيل وقتها يعني فكان ابتدى يبقى مشهور كان بدأ يبقى مشهور واكبر منها بكتير يعني جدي ما كانش حب ان يبقى كمان فرق السنة كبير وكمان يعني فنان وكده كل حاجة كانت هتبقى مختلفة عشان يعني كانت هتبقى الصعبة قوي عليها هي وكان هو متزوج من قبلها بليلة طهر اه اه بليلة طهر اه وانفصل وكذا مرات تلات مرات اه تلات مرات يعني مامتك هي اللي اصرت نادية هي اللي اصرت اه لا انا اعتقد اللي اتنين اصروا صراحة يعني يعني هم هي عجبت بي طبعا جدا هو كان يعني ايه اللي عجبها ايه اللي عمرك سألت ممتك ايه اللي حبتي في يوسف شابل قالتلي اه سألتها مرة فعلا قالتلي كان حلو قوي وكان بيقول كلام حلو جدا وكان بيحبني اه هي كانت طيبة جدا وصغيرة كانت صغيرة جدا كانت لسه دخل الكلية لسه متعرفش الحياة يعني كان صعب عليها هو عشان كده الجواز نفسه كان صعب عليها بعد كده اتجوزوا اتجوزوا عملوا فرح لا لا ما عملوش فرح يعني كانت حكى كده في البيت يعني سنتين سنتين وشوية بس هي ما استحملتش اه ما استحملتش الحياة مختلفة حياة الفنانين مختلفة يعني نهارهم ليلهم ليلهم نهارهم هي كانت احنا متربين انا وهي يعني نفس التربية تربية عسكرية جدا يعني النوم بنظام والاكل بنظام ومواعيد معينة ما كانتش عارفة تتقلم بحاجة تانية خالص كده الحياة برضو الفنية اه طبعا كان يعني اوقات كتير ما كانش من متواجد كانت هي لوحدها طبعا لان اهلها ما كانوش حواليها كانت حاسة طبعا يعني بالوحدة انها ليه كانوا سكنين في سكندرية كان هما سكن في سكندرية وبابا كان وماما كانوا سكن في قاهرة طبعا فكان بالنسبة لها ده غربة طبعا وليه لسه صغيرة ومش صحابها لوسط الفني لا خالص خالص مفيش اي حد من الحواليه يعني هي بعد كده ابتدت تتصاحب شوية على اخوات بابا عماتي يعني الله يرحمهم شوية بس طبعا برضو خلي بالك اماما مختلفة خالص حدية وطيبة وكده مالهاش في الكلام كثير اه اه انا برضو طلع عليها السنة في حاجات يعني بس يمكن انا شوية اشتر منها يعني لا هو تغير الاجيال بقى واختلاف الاجيال لا اتعلمت كمان منها وتعلمت من التجارب يعني ودي مامتك اهي غلاف الموعد اه موعد لها كانت على غلاف حاجات كتير اه يعني امت كانت يعني كانت بين انها الفاق يعني فاق اه كانت رائية قوي بس يعني واحدة وقفت امام العيلة الملكة عشان تتجوز حب عمرها ما قدرتش انها تحارب علشان الحب ده يستمر هي حاولت هي حاولت بس متهيقلي شخصية ماما ما كانتش لسه عمت بقى الورا كفاية انها هتستوعب حد بعمق بابا يعني بابك اخلي بالك شخصيته اه مش 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 شخصية اه خفيفة يعني شخصية بابا اهه لازم واحدة تكون يعني قد الستيعاب ده تبقى مستوعب شخصيته مستوعب Essapse mice اه hur reactive مستوعب حياته مش عايته المستوعب على طبعه المتقلب لما هو يرجع تعبن من التصوير ممكن بالحجة وعشرين ساعة يرجع ف Soviet فعلا يعني مش اي حد يستحمل وأكيد الفنانين عارفين اللي أنا بقوله ده وبالتالي أنا فعلا تحية وتقدير كبير جدا لإيمان زوجته الحالية عشان بجد بجد هي أكتر واحدة فهمته واستوعبته وحبته وقعدت سنين عمرها جنبه وخلفتله ولده بنت زي الأمر وبجد بجد تحية كبيرة وتقدير لها لأن فعلا لو لاش إيمان فعلا كان هو حياته كانت تبقى أصعب كتير وكان بيقول لي قبل حتى ما يتزوج منها كان بيقول نفسي أن أنا لقي واحدة تحبني وتقعد معايا ولما أرجع راجع تعبان تطبطب علي ما تبقاش فهمها كان بيقول كده كان بيقول نفسي أرتاح نفسي أرجع البيت أبقى مرتاح فهي فعلا عمد كده وبجد كده تخير زوجة لي فراحة علاقتك بيهم إيه؟ الحمد لله أنا أخواتي قد ولادي أننا كنا حوامل مع بعض أنا وإيمان يعني أنا أخطهم الكبيرة عندي أخ تاني أكبر منهم اسمه عز الدين من خارج الوسط الفني برضو أم كلهم أصغر مني فأنت كبيرة؟ أنا كبيرة كبيرة وكنت بعيدة كتير يعني ما كنتش متواجدة كتير ما كنت بسافر كتير كنت بعيدة دلوقتي بعد انفصال مامتك وباباكي كنت صغيرة كنت أنا عندي ثلاث سنين ثلاث آه ثلاث سنين ونص ثلاثة يعني فطبعا ماما أخدتني معها ورجعنا لجدتي وجدي وقعدنا عدنا سنتين أو ثلاثة كده وبعد كده هي تزوجت وانا فضلت مع جدتي وجدي وهم بالفعل أمي وأبوي الحقيقين فالرباكي الأميرة فوزية وإسماعيل بيك شيرين آه يعني كل كل الشخصية اللي أنا فيها دلوقتي فعلا من جدي وجدتي ودي قصة تانية كلها كلها كانت لا دي قصة تانية خالف في سموحة في في سموحة في الفيلة في الأسكندرية احكي لي بقى حكاية حكيت لك إيه الأميرة فوزية عن نبتدي من الأول خالص بقى من قصة شاه إيران يا دي قصة أسوأ دي حكايات أكيد طول الليل يعني أنت حياتك كلها كانت مع هي كنت على فكرة جديتي كنت قليلة الكلام جدا يعني مكيف تكلم كتير أنا اللي كنت لازم أسألها ولازم أسألها في موعيد معينة تكون هي عاوزة تتكلم يعني هي مش من نوال زينا كده ممكن نوال نتكلم ونهزر لا هي ما كنتش كانت تهدية جدا كابتحب تقرأ كتير كابتبقى عدل وحدها أغلبية الوقت كان ليهم نظام معين خلي بالك حياتهم ما كنتش يعني ما كنتش سحلة وليلي ايه سيستم الحياة حنتكلم في الحواديث ونكلم في سيستم الحياة بوسي يعني بوريك الوقت فيديو هي شاه إيران شاه إيران وجدتي كانت صغيرة طبعا أقول لك بقى قصتها وليلي قصتها بقى في يوم من الأيام مامتها جات طبعا مالكا نازلي قايت لها ورتها صورة وقايت لها ده خطيبك تخيالي كانت 16 سنة يعني 16 سنة لسه صغيرة وكانت لسه بدفاير وأكتشلي لما الشاه جي قصوا لها الدفاير وعملوا لها شعراها عشان تبقى كبيرة عشان تبقى خلاص ما نوزلوا وكانت حت خلاص حتتجوز يعني فهي ما كانش لها رأي يعني أغلبية الوقت ما كان لهمش رأي وهو ده كان زواج سياسي أكتر من هو بين البلدين كانت تفاة بين بلدين وكانت أسطورة كانت فاري تيل كانت فاري تيل فعلا والزواج مراسم الزواج كانت رائعة هنا مراسم الزواج هناك كانت رائعة عملوا فاري تيل طب خلينا نفتكر كده أفراجك على فيديو لفرح أو يعني فيديو للاستعدادات لفرح جدتك بشاه انتو بتقولوا عليه الشاه شاه نشوف الفيديو ده من يعني الحاجات القديمة لفرح الأميرة فوزي نعم فرحة 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 فوزي لا يتعلم علىها حتى بعد المترجمات فرحة برحة أخو الزواج الزواج آسلا وداعو فوره الز ā losing سبعoo اللقاء سبعو عدد توجيس فانى سي جه¿ مهلا sådan الجميع الصورة يجب انشارها شاميه لكارو الأنسان المحافظة ملاحظة غير وغير الهداء بإعادة الرجال الملحة الرجالة حلق وبالي ملحة ويوجد السيدة المترجم الهولة بشكل صورة المترجم الواجسة المترجم الى الهاتف المترجم الى المنزل الموضوع ومعنى أسلوبات المدينة من قبل المدينة ومعنى أمامة المدينة ومعنى أمامة المدينة يجب أن تتحدث من قصص فاري تيل كانت فاري تيل يعني قصة من قصص هما الاتنين كانوا كده فعلا كانوا كده وكانوا بتحكي لك كانوا كده اللي بيحصلوا كانوا بي الشعب هناك كان بيحبها جدا 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 وكان مرحب بيها جدا مع أنها مش إيرانية وكادش عارفة اللغة راحت مع الدامدونير بتاعها اللي هي الوصيفة بتاعتها هناك لوحدها يعني هم كلهم وصلوها ومامتها وصلتها وكده بس بعد كده رجعوا وصابوها هناك كادش عارفة اللغة جابوا لها حد يعلمها وتعلمت بسرعة قوي كانت ذكية جدا بس في ناس الوقت كانت خجولة جدا وطبعا كان جاو مختلف خالص الكولتر مختلفة أسلوب الحفلات مختلفة هي كانت كونسيرفاتف قوي يعني كانت محافظة هناك شوية يعني شوية منفتحين منفتحين في إيران منفتحين كان الوقت الشاح كان منفتحين أكتر فهي كانت خجولة يعني أخذت وقت شوية على بل ما بتاعت تتعود حبت الشاه حبته لأنه كان طيب قوي معها وكان شايف إنها صغيرة وكان أول أول حد في حياتها يعني وخلفوا شاهناز شاهناز إيه اللي أزعجها؟ يعني إيه؟ ليه الانفصال؟ كلنا كنا بنتفرج على ده كأنه فعلا قصة من قصص الأحلام والروايات ليه انفصلوا؟ ودي صورة شاهناز برضو شاهناز أه أولا هي كانت لسنين يعني قاعد ثمان سنين كانت مفتوطة جدا وكدا بس في الأواخر بدأت طبعا هو كان عنده مشاغل كتير طبعا وكدا وكان بيتشاغل عنها كتير وهي برضو ما كانش ليها يعني حد جنبها من أصحابها فقالتلي حسد بالوحدة مع إن كانت حوالينها ناس كتير يعني حصل مشاكل بينهم هما كذوج وذوجة هي ما كانتش بتخوض في تفاصيل معينة بس كتحبة ترجع قوي بلدها ما كانتش بتروح وتيجي يعني ما كانش السفر السهل؟ لا السفر ما كانش سهل لأنه كان خلاص عندها ولي العهد يعني شاهناز كانت لسه ما كانش في ولد وهم كانوا بيحاولوا يجيبوا ولد طبعا لأن لازم اه في الحالة دي كان لازم وكان عليها ستريس جامد قوي إنها تجيب الولد ومحصلش إلا شاهناز فقالت قالت لهم أنا عاوزة أرجع زيارة لبلدتي وكذا فقال لها ارجعي بس شاهناز هتقعد مش هتخديها مائكي فاضطرت إنها هترجع وبعد كده لما رجعت هنا بقى قالت بقى أخوها كان خلاص بقى الملك أيوة بالضبط قالت له يعني مش مش حابة أنا عاوزة أرجع معاني معاني الناس كتير بتقول إن هو اللي قال بس هو ما قالش يعني هي اللي طالبت بناءا علقا ايه الأكتر حاجة كانت هي بتحبها في إيران أو في الحياة هناك وكانت إمبراطورة دي ما كانتش كانت إمبراطورة قط توجت إمبراطورة والد الشاه كان بيحبها جدا جدا في كان ضلعها قوي قوي كانت بتقولي إن هما بيركبوا خيل مع بعض قدام الناس كده في الشوارع كانوا بيركبوا متساكلات مع بعض كان لها متساكل هو اللي هو متساكل كانت الشعب بيحبهم جدا لأن هما كانوا في وسط الناس يعني بيمشوا عادي في وسط الناس وكان كلهم بيحبهم جدا كانت حابة الحياة اللي هي الحب ده يعني حابة الحب والاهتمام ده حامتها كانت صعبة شوية؟ هما الكولتر بتاعتهم مختلفة هنا وهي طبعا عشان مصرية برضو يعني ما تعريتش إنها كتت صعبة بس كانوا مختلفين شوية يعني الاتباعة مختلفة بس هي تأقلمت شوية شوية ما قالهاش أخوها الملك فاروق وقتها إزاي ما ينفعش عندنا حتى يتطلق ما ينفعش عندنا تطلق من الشعر؟ لما هو لما يلاقي إن أخته بتاعي بدأ يجي لها التهابرة قوي وبدأت تبقى تعبانة فيزيكلي يعني كانت محتاجة إنها هتي زيارة فهو أكيد مش هي على أخته بعد شاه إيران اتجوزت جدك اللي هو إسماعيل بيكشيرين مين هو إسماعيل بيكشيرين؟ إسماعيل بيكشيرين من أولاد عم الملك كان واخد بي ايش دي في الإكنوميكس من كيمبرج دكتوراه في الاقتصاد من كيمبرج كان عايش أغلبية حياته في لندن في دراسته يعني ولما رجع دخل الجيش وأخد توست في الجيش لغاية ما بقى وزير حربية أيام الملك في الآخر خالص يعني بس ملحقش كانت كم ساعة بس كم ساعة وبعدين قامت الساعة آه نفسك جدي كان بجد إنسان رائع يعني بكل معنى الكلمة إنسان وإخلاق وطيبة ورقي وكان بيتكلم في كل حاجة هو اللي علمني إن أنا أتعلم في كل حاجة وأعرف يعني أعرف الحقيقة فعلاً لا هو هو له الفضل بصراحة في حاجات كتير قوي في حياتي بصراحة هم كانوا قصة يعني خلاص طويت صفحة الشاه وثابت شهناز هناك في اضطرت اضطرت إنها تسيب شهناز اضطرت بس الشاه حاول كتير إنه يرجعها بصراحة بصراحة بعت لها وبعت لها بس يعني هي كترفضة حصل بق فترة وراحت يعني قصة الحب بق مع اسماعيل بكشي لأنه هو أصلاً مامته أميرة وهو كان من يعني في محيط القصر اه وتعرفوا على بعض وحبوا بعض واتجوزوا قبل الثورة اه طبعاً اتجوزوا قبل الثورة وجابوا مامي وخالي قبل الثورة كان هم لسا صغيرين لما الثورة ثم قامت ثورة يوليو هي أمرأة قالت لك إيه؟ كتقصي عليها كتفكرة إنه هم فجأة فجأة أكين كان صعب بالنسبة لها بس جدي وجدتي عندهم عندهم قبول رضا بكل حاجة في الحياة جدي كمان قوي فهو اللي كان دايماً بيحميها وبيشجعها وبيسندها بصراحة في كل حاجة حتى في الفترة الصعبة دي هو كان وطني جداً وكان محبوب جداً من الجيش حتى في الفترة دي ومرافض إن إحنا نطلع من البلد خالص يعني إن هم يطلعوا من البلد لأنني ما كنتش لسا جيت يعني رفض في يعني كتير من العيلة سفرت برا وحالك فاروق بالضبط أو لوحدهم يعني مش يعني بس هو رفض قال لا أنا أنا هقعد في بلد دي وهي فعلاً قالت أنا هقعد معاكم ومش هروح في أي حتة وفضلت الأميرة فوزية فضلت وإسماعيل بيشرين موجودين هم الوحيدين اللي قعدوا يعني إنها هي طرف أول لأن دي دول إخوات الملك بالنسبة لها بلدها يعني هم كلهم بيحبوا بلدهم جداً حتى بنات الملك فاروق كانوا عاوزين يدفنوا قالوا لما نموت بليز ادفنونا في بلدها يعني بنات الملك مين بقى مين إخوات فوزية؟ إخوات فوزية عندها فايزة وطانت فايكة وفتحي الزغيرة وطبعاً فاروق اللي هو أكبر بالتسلسل ده يعني هم سفروا وينتوا فضلتوا؟ هم فضلوا بقى لأن كان ماما زغيرة وخالي زغير وهم فضلوا ما سفروش سفروا بعد كده يعني بس كده يعني أجازات هل حياتها اتغيرت يعني من بعد مكانة أخت بنت ملك وأخت ملك وهي أميرة وامبراطورة حياتها اتغيرت إزاي؟ لا أكيد اتغيرت اتغيرت أولاً المكان اتغير راحوا البيت البيت اللي في سموحة ده كان بيت جدي كان بيت والدت جدي طبعاً انتقلوا وراحوا هناك أخذوا الولاد معاهم وقعدوا بقى في سيف انفيرومنت كده وبس عشان هم قرروا أن هم يعودوا يفضل إيه أقصى لحظة كانت عليها؟ عمرها ما حكيت لك إيه أقصى لحظة؟ هي ما كانش بتحب تحكيلي حاجات بتوجعها أنا قلت لك أنها قليلة يعني قليلة الكلام قوي وكاتومة جداً وما كانش تحب أن يعني هيش نعارفة أن أنا بحبها قوي فما كانش عاوزة تحسسني بأي قلم عندها حتى لو هي كان عندها قلم يعني أنا عمري ما حسيت أن جدتي كان بتعايت قدام حد يعني هي حتى لو بتعايت هتعايت لوحدها في القوضة وهي قفلة الباب كانت على يعني على علاقة بباقي أسرتها بالملك فاروق بإخوتها؟ أه كانوا على اتصال بقى وقتها طبعاً كانوا بيحاولوا يتمنوا على بعض كان يعني في الأول صعب لأنهم كانوا مش عارفين هيبقوا فيين وبتاعه بس هم طبعاً عشان هي كنوا متواجدين هنا فكان بالنسبة لهم بس مؤخراً في السنوات الأخيرة مش الأخيرة حتى يعني في الثمانينات والسبعينات خلاص العيلة الملكة بقيت بتيجي أخوات أخوتها بقوا بيجوا كلهم اتدفنوا هنا تقريباً كلهم كانوا تدفنوا في الرفاعي أهو هي بس جدتي طلبت أنها تدفن جنب جدي في مدفن جدي وهم كلهم ماما وجدتي وجدي وخالي مدفونين كلهم مع بعض بتشوفوا أحمد فؤاد؟ كنت بشوفوا لما كنت في سويسرا انتي إلي كان بيوديكي سويسرا؟ هما أنا بصي أنا يعني يعني أي حتة هما بيروحونا بروحها لأن هما كانوا أبوي وأمي أنا كنت صغيرة جداً كنت عايشة معاهم فهم كانوا بيسافروا سويسرا دايماً بيشوفوا العيلة هناك وبيشوفوا كابتشوف بنت عشاء هناز فأولا دخلت سي كمان هناك فأنا كنت معاهم أنا كل حتة كانوا بيروحوا فيها أنا كنت بروح فيها ما كنتش بعض لوحدي خالص يعني ويعني أنتي تعرفي دي صورتك مش كده؟ ولا دي صورت مين؟ مش مش شايفة فين؟ ده؟ ده أنا ده أنتي مع جدتك؟ دي أنا وجدتي وجدي في البيت في سويسرا في البيت في سويسرا خلينا نخرج نقف هنا ونخرج فاصل؟ وبعد الفاصل نحكي حكاية سايناي بقى مع جدتها علمتها إيه؟ طب سيستم الحياة كان عامل إزاي؟ طب دي يعني أميرة إمبراطورة هي اللي ربتها طب إيه اللي علمتها لها؟ وهو كان وزير حربية فيعني صارم قوي منضبط كل حاجة بمعاد إزاي ربه هذه الفتاة الجميلة؟ بس أنت واخدة جمال منهم يعني؟ أم أحلى مني لا بس يعني أولاً جدتك كانت جميلة الجميلات في العالم كله قمونه أجمل امرأة في العالم ومامي كمان يعني ومامتك كمانة وفعلاً هي أخذت اللقب ده فعلاً في وقتها إنها كانت أجمل امرأة في العالم فعلاً كنا هشنا حاجات جميلة وقصص حب جميلة فاصل ونرجع أميرة فوزية أكتوب أقول أميرة فوزية وتقمش الشبكة الخاص بها والمخدم من وليا عهد شاه إيران شاه إيران اللي هو شاه إيران حمد رضا بهلوي حمد رضا بهلوي لما خطبها فهينا دي غالباً صورة الخطوبة شبكة الأميرة فوزية كتابة بنقرأ يا جماعة شبكة الأميرة فوزية والنبي عشان مهمة جداً مهمة للستات حضرتك شبكة الأميرة فوزية معمولة من تاج أولاً تاج جدتها ده تاج بتاعها الستة عتروح بيت جوزها بتاجها تاج الأميرة فريال مش هنهزر يعني تاج جدتها الأميرة فريال وطأم الشبكة المقدمة منولية عهد شاه إيران اللي هو حلق وعقد ستة فروع صناعة فونكليف يعني صناعة فونكليف أناربل يعني واحد من أهم صناع المجاهرات في العالم فأميرة فوزية كان مقدم لها شاه إيران هذه الشبكة ودي الصورة الرسمية لخطبة أو زفاف زفاف الأميرة فوزية زفاف الأميرة فوزية فستان صهرة ده فستان صهرة ده مش فستان فرحة يعني هنقول عليه اللي هو فستان الحنة آه يعني فستان صوري يكا تلامسة فستان صوري بشبكتها وتاج جدتها الأميرة فريال عمرك روحتي ده ده مدحف المركبات كنا روحنا تفرجنا عليه لا مدحف ما رفوش تبا يوم I didn't go لا ما روحتش فين بقى الحاجات يعني طبعا الكثير من المجوهرات أمي مت ملاش ملاش نقولش مفيش حاجة خالص لا الحاجات دي فضلت في إيران في المدحف لا فضلت في إيران آه كل الحاجات اللي هي أخدتها من الشاح فضلت في أنت فما رجعتش بأي حاجة من الجول للتائتة لا 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 لأن هذه كانت الحاجات الملكية أنت عرف أن الحاجات الملكية بتورس آه دي صورة دي جدتك وأنتي آه أنا آه ودي طبعا الجميلة الجميلات بقى جدتك احكيني بقى عن الحياة هي كانت إيه بقى سيستم الحياة في بيتكو آه يعني كأم هي بقى كادت أم آه آه هي اللي بتاخد بالها مني أنا ما كانش عندي ناني على فكرة ما كانش عندك آه لا أجدك أنا عاوزني إن أنا أعتمد على نفسي ما كانش في مربية لا لا ما كانش في مربية لي آه وهي كانت تاخد بالها مني آه معشان كده بقول إن هي كت أمي يعني آه علمتك إيه؟ آه علمتني حاجات كثير يقدم يعني آه آه علمتني الأتكات وعلمتني آم آه حببتني في القراءة جدا هيك بتحب تقرأ جدا كاب بتقرأ أي عربي فرنساوي إنجليزي؟ كاب بتقرأ إنجليزي وفرنساوي أكتر أكتر أبتقرأ عربي بس يعني كاب بتفضل كان بترتاح أكتر آه لما كانت بتزعل منك أو عايزة تعقبك بتعقبك إزاي؟ آم إن أنا أكتب مثلاً اللي أنا عملته غلط آم آم عدد من مئة مرة يعني مئتين آه لو أنت تأخرتي مثلاً ولا أي حاجة تكتب لا أنا ما كنتش بتأخر بس أنا كنت شائية صغيرة وأنا صغيرة كنت شائية يعني كانوا بيجيبوني من فوق الشجر يعني يعني كنت فعلاً كنت بيلوني دايماً بيدوروا عليها في الشجر فوق بكتاب قعدة على شجر وعندك أخ؟ آم وعندك أخ مش كده؟ لا أنا وحيدة من بابايا ومامتي وحيدة لا أخويا من حد تاني آم لا أنا كنت وحيدة فكنت بقى فكنت شائية بقى عليك؟ جداً كنت بقى بيجي فعلاً طيب تميلي إيه مع إسماعيل بيشيرين والمنضبط وزير الحربين؟ آآ لا ما أنا هو موجود في البيت أنا خلاص رعب؟ لا مش رعب بس لا كنت بحبه جداً فمكنتش عزة عليه يعني كان حباً فيه مكنش عزة عليه كنت بتقول لها إيه؟ بتناديلها إيه؟ جران ماما جران ماما وهو؟ جران بابا جران بابا هي يعني كانت ممكن تقولين أنها كانت قليلة الكلام وعلمتك الإيتيكات إيه الإيتيكات اللي هي علمتك؟ كل حيجة المشية... الطريقة القعدة الكلام... إز إيمت نتكلم... وإيمت نتكلمش لما نبقى في جاثرينغ لما نبقى مع ناس وكذا أصلوب إزاي حاجات كثيرة جداً الأكل طبعاً إزاي نوعد ناكل الستينغ طبعاً عبقى عارفة إيه أنا أبقى ست بيت لأن جدي كان مهتمة جداً أن أنا أعرف حتى لو عندنا ناس بتعمل حاجات بس إحنا لازم نبقى عارفين فهو اللي علمني كده علمني أن أنا عرف أطبخ تعرفي تطبخي؟ جداً حفيدة لأمير فاوزين على فكرة منه هو هو يعني بجد يعني الفضل كله يرجع له هو فعلاً قال لي لازم تعلمي كل حاجة حتى لو عندك حد يعملك لازم تتعلمي ما ينفعش من تبقيش عارفة الماشية لازم تبقي فردة كانت بتحط لي كتب تقيلة كده على راسي وأمشي بيها كانت بتحط لي الكتب على راسك وتمشي بيها الانسيكلوبيديا هل تعرفت لهم الانسيكلوبيديا بريتانيكا اه قدريك وراسك انسيكلوبيديا بريتانيكا اه مثل ثري ثري فيوليومز كده تحطيها على راسك اه وبتمشي بتلعهم كعب ولا بتمشي لا على حسب بس يعني أبتدي أتعلم شوية شوية أمشي يعني مضبوطة يعني ولازم تفريدي ضهرك هل هي تربت كده هي تربت كده هل هي تربت كده هل هي تربت كده وتفريدي ضهرك اه طبعا اه كانت بتزعلك بالعربي ولا بالمجليزي ولا بالفرنسي ما كانش بالزعق خلص انا عمري ما سمعت حد بيزعق في بيتنا عشان كده صوت كواتي كمان اه وعشان كده أنا لما روحت بيوت تانية بقى وهاد كده استغربت واتخضيت يعني لما تجوزتي بقى وكده اه يعني عمتا بقى حتى بيوت تي صحابي مش مش حكاية بس الصوت العالي لا الهيسة والهيسة والزهارجلة يعني حياة عمتا بقى احنا حياتنا كانت مختلفة يمكن هدوء نظام كل حاجة بموعيد كان عندنا جرس للأكل جرس للأكل اه ايه معدل الأكل لان كلنا بنبقى في حتة مختلفة في البيت بنقعد نقرأ بنعمل حاجة احنا فبيبقى في جرس كده زي كلاش كده قدزيم كده تيرين تيرين فبيجمعنا كلنا في معدل الأكل الساعة كام كان الغداء الساعة نين ونص نين ونص اه ما يتأخرش لا لا وجدي كان بيحب الاندباط انتعف عشان كان عسكري فكان كل حاجة ماشية كلاك ويز يعني كده والعشة العشة كان سبعة ونص سبعة ونص اه وكان فيه تي تايم خمسة برضو افترنون تي ده بس خمسة خمسة مش ستة ولازم تبقي موجودة في كل الأوقات اه لازم 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 تبقي موجودة حتى لو مش حاكل لازم لازم حتى لو مش هتكلي لازم اما اتجاثرين اتجاثرين لازم نبقى موجودة وانتو تبقى انتو التلاتة لا اكان انا وجدي وجدتي وخالي اه وخالي احنا اربعة في صورة للأحفاد اظن دي ولادك مع ولادي اه مع جدهم يوسف الشعبان اه عمر الكبير ولينا واسماعيل وعبد الرحمن وباوة طبعا الله يرحم الله يرحم مفيش فساتين ثابتها يعني كل الفساتين واللبس على فاكرة انا كنت بالباس وكتبا بقولها تلعيلي حاجات وقالباسها وكتبا بس هي كان وسطها يعني ضيق يعني صغير جدا لدرجة انه يعني ساعة الحاجات مكادش بتدخله فيها بس كتبتفرج عليهم يعني يعني فساتين كانت موجودة ومازالت موجودة اه 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 بس في فساتين اللي هي وسطها كان عامل زي اه اه رحيب انا ما انا يعني انا كنت رفايعة وانا صغيرة لعتي ما نبصش لعتي بس كنت رفايع وانا صغيرة وحتى كده هوا يعني يا دوبك انت ممكن ادخل في فساتين ثلاثة طبعا كانوا بيرقصوا كانوا زمان بيرقصوا فالوس اه طبعا بيتعلموا كل حاجات دي طبعا وميوزيك وكل حاجة اه 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 ايه اللي اكتر حاجة مكادش بتحبها في الحياة الملكية اه انها تتكلم مع ناس وهي مش عاوزت هي كتت خجولة جدا يعني فكون انها تتكلم مع ناس هي مش عارفها قوي فكتداب بالنسبة لها دا شوية صعب فكان لازم يقهلوها انها تبتديت يعني وانها كتت مجبرة على حاجات يعني اه حياتها كلها اغلبيتها طبعا بروتوكول فهي مجبرة يعني انت بتقولي دي حتى فساتينها حتى هدومها كانوا بيختارولها اه طبعا فكان لازم في حد يختار لها على حسب المكان على حسب الناس اللي موجودة على حسب الستيتمنت اللي هي عاوزة تقول يعني اللي هما عاوزين يقولوه طبعا البادي لانجوج والهدوم مهمة جدا بتتكلم لوحدها من غير ما انت يعني من غير ما تفتحي بقك وما كلمت كيشة على امها على الاميرة اه طبعا كلمتني بس كان الولاد في غالب الاحيان مع بعض في النيرس تري وطبعا الملكة كانت مشغولة دايما بالمشاغلها وولدها بردو كان مشغول فكانوا بيتجمعوا اه على فترات بس مش ديلي زي ما الناس بتعودها يعني بس عمرهم قالتلك يعني ايه اللي كان بيو ايه اللي واجعها وقت الثورة يعني انه لاحظة كتنا لا ما انا قلت لحياتك ما كانش بتقول يعني ما كانش بتقول القلم بتاعها ما كانش تحب تقول القلم بتاعها بتحبت يعني تبقى سكتة كده انتي وسط صحابك بقى كنت ايه يعني سايناي بنت العيلة الملكة ولا كنت سايناي بنت يوسف شعبن ايه اللي اتنين ايه اللي اتنين ما هاي دي بقى كانت الكمبنيشن ال اه اه ما يعني لا ما فر بقى من ناحية دي ومن ناحية انا كنت ساعد بقى استخبى وبقول لا اذا تشابه اسماء ومش انا وكده في المدرستة يعني اه عشان ما هيعودوا يتكلموني ما عودوا بقى يتفرجوا عليها وانا بحيب ش حاط يتفرج عليها يعني لو كان بيبص ايه كنت خجولة انا كنت خجولة جد بني قدتها اميرة وكا تمبراتورا اه 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 وطبعا كل حاجة بقى تبقى يعني بيبوحيانهم عليك يعني انا عاوزة يعني ابقى برحتي اه العب بقى روح ايجي اعمل فهم ما بقاش تحت الانظار انا عايزة اشكرك جدا على ال انا اللي مشكور جدا انك انت ابتعتنا جدا بكل الحكايات دي تقولي ايه عن يوسف شعبان اه اقول بجد الف 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 رحم عليه وبطلب رجاء بسيط اه من كل اللي بيحبوا ان هما يرولوا اجزاء من القرآن ويهدوها الروح بجد انا يعني محتاجة ان بجد يبقى ده في العالم كله انا عارفة ان في ناس ملايين الناس بتتفرج علينا دلوقتي وده رجاء مني بجد اه انا حبقى بني قدمة واحدة بس ومش هعرف اقرا كام ده فانتو تساعدوني ونملأ عبره كده نور و وقرآن وان شاء الله يبقى احسن مننا بكتير يعني في حتى احسن مننا بكتير يعني عايزة اشكرك انت نموذج مختلف من كومبينيشن كده من حياة تبدو كالاساطير وحياة واقعية جدا من الفن ولكن في النهاية اصفرت عن فتاة جميلة او امرأة جميلة يعني فيها ملامح الجمال للاميرة فوزية وللأسرة الملكة كلها وممتها نادية رحمها الله وفيها طبعا الروح المصرية الشرعية لدمها خفيف اخذتها من بابا فعلا يوسف شعبان الله يرحم بشكرك شكرا جزيلا انا بشكركم جدا على الاستضافة وبشكر السادة المشاهدين ان هم اخذوا من وقتهم وسموني شكرا شكرا وبشكركم عزائي المشاهدين دي كانت رحلة يمكن في الاحلام شوية لكنها هي جزء من الواقع وجزء من الحياة رحم الله يوسف شعبان بشكركم بكرا يوم المرأة يوم حلقة مهمة جدا تابل بكرا وهذه لمس الحديث تحييكم صباحا